بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يتساءل البعض حول مشروعية مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بالشعر أو كان عن طريق الابتهالات أو كان عن طريق المدائح النبوية وما نجده من البعض من اعتراض إنما هو بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والبعض يفهم هذا الحديث فهما خاطئا لأنهم يقولون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني يعني لا تمدحوني فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه مدحا نهائيا أو نهيا نهائيا والصواب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مدحه بل إن الناظر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما وقع له صلى الله عليه وسلم من خلال أصحابه ومن خلال من جاءوا ليسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم يرى أن كثيرا منهم قد مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني فرق بين الإطراء والمدح لأن المدح معناه الثناء على الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الثناء إنما نهى عن الإطراء والإطراء معناه المدح الكاذب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الثناء وإنما نهى عن الثناء كذبا وزورا وبهتانا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناس أن يمدحوه لكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة ونهى عن أن يقول أحد في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه مما يخالف شرع الله تعالى من كتاب أو سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حذرا في ذلك تعالوا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ذات مرة والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من غزوة منتصرا ولعل هذه الغزوة كانت غزوة تبوك لما فيها من صعاب إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي يحارب به جحافل الروم الذين كانوا في ذلك الوقت أقوى الدولة في العالم وكانوا يريدون الإغارة على المدينة للقضاء على من فيها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم حتى لا تدمر المدينة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد منتصرا دون أن يلقى قتالا فقالت هذه البرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت قد نذرت أن أضرب بالدف بين يديك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت ففعلي يعني هي قالت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت لله تعالى أن أغني وأن أضرب على الدف أمامك فرحا بمقدمك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت ففعلي ففعلت هذا لو كان هذا حراما لقال لها لا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا فيه معصية وإنما الجاز فعل هذا لأنه نذر في إطاع أخذت المرأة تغني وتمدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد قولها هذا استوقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الكلمة معناها أنه يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله وهذا مخالف للقرآن الكريم فقال لها أما هذه فلا ولكن عودي إلى ما كنت تقولين فعادت المرأة تكمل مدح النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير أحد الشعراء الذين حاربوا الإسلام في الجاهلية قدم كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ملثما يعني مخفيا وجهه حتى أكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ركبته فسأل نبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقال كعب بن زهير وبدأ ينشد النبي صلى الله عليه وسلم أشعاره بانت سعاد فقال باليوم متبول إلى أن وصل إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني يعني أخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدني بالعقاب والعفو عند رسول الله مأمول حتى قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه لم يقل له هذا حرام إنما قام وخلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته يعني عباءته الشريفة وألبسها لكعب بن زهي ومن هنا جاءت فكرة بردة المديح لسيدنا الإمام البصيري رحمه الله الذي كان يقيم في ثغر الإسكندرية وأقام فيها وأصيب بالفالج الفالج يعني الشلل فلما أصيب بهذا المرض كان يكتب قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استوقفه بيت وهو فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأغلق عليه فلم يدر بماذا يكمل هذا البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمسح عليه ويقول له وأنه خير خلق الله كلهم وألبسه هذه البرد فنشط سيدنا الإمام البصيري وقد شفاه الله تعالى بسبب بركة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على جسده في المنام واشتهرت هذه القصيدة التي سميت ببردة المديح وكتب أمير الشعراء على غرارها نهج البردة إلى غير ذلك الشاهد عندنا أن مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لأن فيها تعبيرا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي عبادة أسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه وأن يرزقنا شفاعته وأن يسقينا من حوضه الشريف إنه سميع قريب مجيب الدعاء السلام عليكم ورحمته وبركاته